اشتركوا في القناة من أسرة الأعلام البحريني وعدد من ممثلي الجهات العلامية الأجنبية وشهد المتمر والإعلان عن أول مشاركة للفريق في بطولة أفريقيا المفتوحة للملاكمة التي ستقام بجمهورية الرأس الأخضر في التاسع من ديسمبر المقبل وبهذه المناسبة قال اسمو الشيخ خالد بن حمد إن النجاح الذي حققناه في رياضة فنون القتال المختلطة دفعنا نحو توجيه البوصلة لرعاية ودعم رياضة الملاكمة فهذه الخطوة التي تأتي ضمن الاستراتيجية والرياضات القتالية فبالأمس شهدنا جميعا ما تحقق في النسخة الرابعة لبطولة العالم للهواء التي احتضنتها مملكة البحرين في نوفمبر الجاري والتي أحرزت البحرين إنجازا تاريخيا غير مسبوق بحصولها على المركز الثاني في الترتيب العام للفرق المشاركة واليوم وضعنا نصب عيوننا هدف تطوير وارتقاء رياضة الملاكمة لنتمكن من جني ثمار ذلك في المستقبل القريب وأضاف سموه رسمنا الخطة والتي بدأناها من خلالها بتجشين الفريق الذي نتطلع عبره للانطلاق نحو المشاركات الخارجية وتأكيد تواجد البحرين على الساحة القارية والدولية بمختلف المشاركات والبطولات التي ستبدأ بمشاركة ملاكمنا فيصل أرامي ببطولة أفريق المفتوحة الشهر القادم ومن ثم سنعمل وفق هذه الخطة على إطلاق المسابقات المحلية التي نعزز من خلالها تقافة هذه الرياضة ونحتضن وندعم الشباب البحرينية الممارسة لها وتحدث السيد محمد شاهد قائلا إن سموش خالد بن حمد الخليفة قد وضع الاستراتيجية بعيدة المدى للنهوض برياضة الملاكمة لتصل للعالمية فبعد أن نجح سموه بقطف ثمار النجاحات ها هو اليوم يبدأ مرحلة تحدي جديد لدعم الملاكمة إيمانا من سموه بمواصلة الجهود نحو دعم الرياضات القتالية من جانبه قال السيد فابيان بناصر سعداء بتجشين سموه لفريق كي ايش كي للملاكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز هذه الرياضة بالمجتمع الرياضي البحريني الذي يدفع نحو أحراز مزيد من المنجزات على صعيد الرياضات القتالية من جهة عرب الملاكم فيصل رامي عن سعادته الكبيرة لتمثيل الفريق ومملكة البحرين مبينا أنه يتطلع لأن يقدم أفضل المستويات وأن يكون عند حسن يظن الجميع في هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر